السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندر نخذ زين تاتا زي ما احنا عايزين في اي جزئة من الجزئيات ديت. في اي شكل واشكال ديت. عن طريق ان انا اجي هنا وقول له ان تاتا. وقول له نشير تاتا. تظهر للقائمة دي فقدر اخذني فيه. لاحز ان انا باكل تلطمية هو بكتبها على طلب الدولار. طب عايز اعدل الموضوع ده اخلاها باي عملة تانية. النمبر لازم اكلم نمبر. لو جتها اكتبها اي حروف يرفض. طب لو انا عايز معلومة دخلها فيها حروف. طب لو انا يعني عايز اعمل خانات جديدة غير دولة. اعمل ببس داي كل بساطة هجري في الداتا واقول له داتا شيف داتا. ودي الخانات اللي هي موجودة قبل كده. يعني مسلا الكوست هنا هو بيقول لي الفورمان بتاعتها هيبقى بالشكل دوت. الفاليو بالشكل دوت. دي هتبقى عملة. وده الفورمان بتاعها وده الفاليو مكتوب هنا يو اس دي فتده اتغارج يو اس دي حاجة تانية. دي نمبر. فلو جرت اكتب اي حروف يرفض. وهنا الفورمان تقول له مسلا جرال انا على اليوت او فلوتنج. عم بحس ان بقى فيها تقريب لأ ده انا عايزها اا يعني تختار شكل اللي هتزهر بيه. طيب عايز انا بقى عمل حاجة جديدة هقول له new. هو بقى بيقول لي عايزة تسميه ايه هقول له مسلا اا اا اي دي مسلا. ينفع يبقى string يبقى حروف number يبقى أرقام بس ده دي هتبقى lista وهنا variable list هنا is or no هنا العملة هنا date date تاريخ عبدا يزار لي التاريخ ده تختار التاريخ بالشكل دوت أو duration فترة معينة مثل خمسة ستة يام ما انت عايز انا اقول له مثلا يخلي number هيقول لي اختار شكل بتاعه general او بالشكل دوت او ممكن تديره value معينة او promise معينة هقول له اوكي فهتلاقي هو زواد لي ال id هوت فال id تقدر تكتبه ارقام كل ما تجي تعلم على عنصر هتلاقي الخنات اللي هي موجودة دي تقدر تضيف زي ما انت عايز خنات جديدة